موسيقى أول أيام عيد الأضحى طبعاً الإستاذادات بدأت من المبارح بعد انتهاء العمل في اليوم التاسع طبعاً مش هنتكلم عن كمية المتخلفات اللي تم رفعها من المنجزر بواسطة شكل النظافة بعد زيادة عدل المزموحات في خلال هذه الفترة طبعاً العمل استمر المبارح بالنسبة لعملية النظافة التطيير لحد ساعة متأخرة من الليل بدأت توافد المضحيين مبارح الناس جابت الأضحى بتاعتها ووثابتها هنا في المنجزر والناس بقى بدأت تتوافد هنا بزدط يعني يمكن صلت الفجر وبدأ أيوي يجو المجزر فيهم ناس صلت معنا العيد هنا أنا بتواجد من المبارح بالليل حوالي الساعة 12 بالليل طبعاً بدأنا نفتح على الخطوط بدأنا فتحنا حط قطة 2 قطة 3 لاستقبال مسبحات الضني هنا ده فتحنا صلتين صالة 1 وصالة 2 لاستقبال الأضحي في عندي صالة 3 مفتوحة لاستقبال الأضحي الخاصة بجمعات صندوق الخير العمل ماشي كويس في ازدياد في عدد المسبوحات بازال في ناس بتتواصل وبتتصل يعني ابعتلي اللوكيشن بتعلن المجزر حوالي يعرفي يجو الناس اللي خلاصت ملاحظ ان هم ماشيين مبسوطين طبعاً المجزر بيقدم خدمة بالنسبة للبواطنين وليسة البزار بيليجي هنا كل سنة ندبح الأضحية هنا وبناخدها من الشافية هنا هنا صحة ونظافة وإنجاز وبعدين عن مرة كمان في ميزة عن مرة اللي فيه ده كترة بتيجي بتكشف عملية عن اللحوم عشان يتأكد ان العجل سليم ومتشف بيليجي هنا بيليجي هنا المكان علشان المضافة اللي حداك شايفها الميا متوفرة والده كترة كمان هنا بسم الله ما شاء الله بيكشفوا على التبيحة دي أهم حاجة طبعا علشان احنا بناخد الحاجة على البيت على طول فأهم حاجة الكشف والختم اللي احنا بناخده والجزالين برضو هناو بيوفراننا كل حاجة بياخد اللحمة متقطعة ومتوضبة تمامك تمام بس وبنحس بأجواء العيد بصراحة ان احنا لما بنكون موجودين هنا علشان كل حاجة متكاملة فل حاجة موجودة انا الحاج محمد مصطفى بجبح الأضحية هنا كل سنة ليه بجبح هنا ليه علشان هنا فينا ضافة وفيه اشراف بيطالي سليم البهام بتتباح وبتكشف عليها ونظافة البهام هنا احسن بكتير قوي لان هنا نظافة طبعا وفرحة برضو للأولاد كلهم زي ما انت شايفة كده لأحفاد والأولاد كلهم موجودين بيبقوا مفسطين جدا وفرحانين وكل سنة وحضرتك بخير طبعا كل سنة وانتوا طيبين السنة دي احنا اختارنا نيجي نتبح هنا في المجزر لان احنا كل سنة بنتبح في مكان تاني مختلف فبيبقى فيه حاجات اصعب شوية هنا بيبقى الجوة احسن كل حاجة بتخلص هنا كل حاجة وده معنينة مفيش كمان ان احنا الشارع يحصل فيه بهدلة او اي حاجة بس فا احنا اختارنا نيجي هنا بمرا دي عشان كده بصراحة اول مرة اتبح هنا بس بصراحة المكان عجبني جدا يعني احسن من جزار او من الشارع لان فيه نظافة وفيه نظام ما شفتوش في اي حتة بصراح فالمكان حلو ومهيئ ويعني ما فيش الموجود اللي كلنا بنبذله وحاجة فويسة لهمية عملية احنا كل سنة نوم في المغزر طبعا حاجة نظيفة طبعا تبقى شايفة لحاجة والدمعيني لنظافة لاتمام لكل حاجة زي ما انت حريك شايفة في امان حولين منيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة